هل كان محتم أن الله يقدم الكفارة؟ نعم لسببين قالهم هنا الرسول واحد في عدد 25 والتاني في عدد 26 هيظهره أمامك على الشاشة الأول يقول لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله والسبب الثاني لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان إيه معنى الأمر ده؟ إيه معنى لإظهار بره؟ وإظهار بره من جهة حاجة حصلت زمان يقول لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة وإيه معنى إظهار بره في الزمان الحاضر؟ إظهار بره أحبائي أن الله يظهر النبار طب يعني هو ربنا كان محتاج يظهر النبار بصراحة آه بس احتملني وخدني كده بالراحة وحاول تفهم معايا الكلام ده أنا أحكي لك حكاية أنت هتوصل معايا للتساؤل فين بر الله؟ والله هيرد عليك ويقولك وأنا أظهرت لك بره داود النبي رجل عظيم في صمويل الثاني أصحاح الثاني دخل علينا ثاني النبي وحكا له حكاية غريبة وعجيبة مرتبطة بالخطيئة اللي عملها داود ما عندناش وقت نحكيها لكن خلاصة داود غلط وعمل خطيئة تستوجب الموت كان لازم يعدم بسبب خطيئته رحلونا ثاني النبي وحكا له حكاية فيها تصويره ما قالوش مين؟ وقال له إيه رأيك يا جلالة الملك؟ الراجل اللي عمل الحكاية دي نعمل فيه إيه؟ قال يقتل حين هو الرب يقتل الراجل قال له أنت هو الراجل يعني أنت اللي لازم تقتل داود أصطت فيها داود وأحنى رأسه وقال أخطأت أنا غلطا وكأنه بيقول له يا رب أنا أستحق الموت أستحق القتل أستحق الإعمل فيه اللي أنت عايزه يا رب وفعلا في مزمور 51 قال للرب اللي أنت عايزه اعمله فيه أنا أستحق الموت لأني أخطأت استعرف لما انكسر قلبه وده اللي باشتاء أن ربنا يعمله فيه وفيه لما انكسر قلبه وأعلن استحقاقه للموت ثاني النبي قال له الرب نقل عنك خطياتك رجع لها من فضلك في صفر سمويل الثاني أصح 12 تلاقي التعبير دا ما بيقولوش الرب غفر لك خطياتك لكن بيقولو نقلها عليك نقلها عنك نقلها؟ يعني نقلها؟ آه أقدر أقول بلغة اللي أنا فهمها دلوقتي من العهد الجديد كأنه بيقول نقلت الخطيات وتأجلت القضية إلى جلسة الجلجسة سنة 29 ميلادية عندما يأتي حمل الله وتوضع عليه الخطية المنقولة عن داود ويدفع المسيح حسابها عندما نقل عنه الخطية كان هذا صفحا وليس غفرانا يعني تأجيل بس يبدو الله أمام الناس أمام ملائكته أمام أنبياءه كأنه فعل شيئا ضد العدل كيف تعفو وكيف تصفى عن هذا الرجل وهو يستحق الموت يبني أقولهم استنوا هيجي يوم هظهر لكم بري أني كنت بار لما نقلت عنه الخطية لأنه كنت عارف أنه في واحد هيجي وهيدفع أجرد وتمن خطياته وعلى هذا القياس نقل الله عن إبراهيم خطية وعن آدم خطية وعن موسى خطية وعن كل الأطقياء الذين أتوا بقلب مكسور قبل صليب المسيح يعترفوا بخطية ويقدموا زبيح أو أتفكر أن الزبيح هاي اللي كانت بتغفر لهم الخطية ولا بتشيل عنهم الخطية زي ما ذكرت في هذه الحلقة أن الفدية الحيوان لا يساوي إلا حيوان هؤلاء أخطاء أقدموا الزبيحة إقرار بأنهم يستحقوا البوت ورمز للفدية التي ستأتي وتقدم عنهم عشان كده كان كل الزبائح رمز للمسيح فكان الله يصفح عن خطايا السالفين ولا يميتهم ولا يرسلهم للجحيم لأنه كان يعلم أن الفادي سيأتي وسيقدم عنهم الفدية الكاملة يبقى كان لازم تتقدم الكفارة علشان الله يظهر بره بسبب الصفح اللي صفحه عن خطايا السالفين النهاردة الوضع مختلف فالكفارة قدمت والفداء تم لكن أيضا الله قدم الكفارة اسمع بقى لإظهار بره في الزمان الحاضر يعني إظهار بره في الزمان الحاضر هو فيه إيه في الزمان الحاضر فيه أنا وإنت بنعمل الخطايا وبعدين بنروح لله بنكسار قلب فيبررنا بقولي سينا بيقول علشان الله اسمعني من فضلك علشان الله يكون بار عادل ومتوافق مع نفسه لا يلغي صفة لحساب صفة ولا يغلب صفة على صفة يعني رحمته على عدله ولا محبته على قداسته علشان الله يكون بار وهو بيبرر واحد خاطي يبرر من هو من الإيمان بيسوح أنا عمال أقول من بداية الحلقات تيجي بخطاياك تيجي بشرك تحتمي في المسيح الله يبررك السؤال أين العدل أين القداسة الإلهية أين القصاص لهذا المخطي كيف يتبرر هكذا يرد عليه وقولي الله لكي يكون بارا وهو يبرر الفاجر كان لابد أن تقدم الكفارة